اشتركوا في القناة المقدس موضعات مختلفة هنتناقش فيها ونعرف تفاصيلها من أستاذة سوسن أبو حسين الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير مجلة ودي ميل ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر بنقول لك صباح الخير ونهارك دايما سعيد يا فهي نهارك سعيد أستاذة سوسن وكل سنة وانت طيبة رب تبقى ألف خير إن شاء الله تعليق حضرتك على المشهد السياسي العام وسط أحداث العنف اللي بتحصل مؤخرا وأعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هل القرار ده بتشوفيه هو قرار حكيم فيما يخص الاقتصاد والسياحة وكذا ولا لا هو القرار في تقديري يعني البعض يراه متأخر جاء متأخرا والبعض يراه غير مناسبا ولكن في تقديري ليس هذا المهم المهم أن تسير خطوات الدولة بشكل يعني متسارع لملاحقة كل التطورات اللي بمر بيها في الشارع المصري وهو مليء بالتطورات الساخنة والهادئة يعني كوكتيل من التناقضات ولكن كلها بتصب فيها شيء للأسف أنا شايف أن المنشهد المصري يعني غير لاقب شعب صار مرتين في خضون سلاسة أعوام ومن ثم المسألة مش مجرد إجراءات وقرارات بقدر ما عمل وإنجاز وانتماء للبلد أما مسألة الإخوان فأنا بشوف أنه هما أصبحوا شيء من الماضي لأن اللي بيبصوا وراه ما يقدرش يبصوا قدامه أنا ما أقدرش يعني مش عايز أبص عليهم أنا مبص المستقبل البلدي طب ليه هالك شايفة اللي احنا بماشيين في الفراغ معني فيه لقص دستور الكتب خلاص في الوقت المحدد ليه فيه خارطة طريق محددة مسبقا ماشيين فيها لكن الإقاع الإقاع غير منطق غير منطق فيما يخص الاقتصاد فيما يخص الاقتصاد فيما يخص العمل فيما يخص الاستعداد لتنفيذ خارطة الطريق بمعنى يعني أنا شايفة نطول الوقت إحنا الشعب كله عمال يتجادل وحتى الدولة بكل مؤسساتها الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا أنا شايفة أن ده مسألة رفاهية قوي طيب عندنا حل بسيط جدا بدل ما ضيع وقت في جدل أنقل على حاجة تانية ورقة صغيرة يتم إرفقها بالاستفتاء على الدستور تقول فيها البرلمانية أولا أم الرئاسية أولا وهنا تستفتي عليها هيجي لك النتيجة يوم الاستفتاء بالموضوع ده بدون ما تدخلي في جدل وفيه يعني تقول ليدي فكرة جيدة جدا منبورة إعلامية واجتماعات هنا وهناك وإيش غال الرأي العام يعني يا جماعة مش لازم عود أشغل الرأي العام في تفاصيل خاصة بالإخوان والدستور أولا والدستور ويسيب البلد بدون إنجاز وبدون عمل يعني مفروض نلتفت لعمل حقيقي يبني مستقبل نفسي أشوف حد بياخد خطوة تنقلنا من مكان لمكان إحنا لسه في مكان واحد وده توقيت مناسب لبداية البناء زي ما كان يبقى إحنا نخلص بقى بإيه بأن مسألة تدوس الرأسية أولا أما البرلمية أول بالإستباع كده أنت بتنجزي حاجة بتنجزي حاجة وهي وهي إنك الشعب كله بيشارك ومحش يقول لك لا ده عملوها رأسية أولا عشان يجي فلان ده عملوها برلمانية ثانيا عشان مش عارف إيه أنا شايف حتى أنه برلم البرلمية أولا ولا الرأسية لا شاهدنا مرشحين عايزين ليوا فيه إقبال بالنسبة الرئاسة ولا بالنسبة البرلمان ولا شايف استعداد إحنا بنتكلم على العنوين ونسيبين التفاصيل طب لو قلنا البرلمانية أولا طب فين اللي استعدوا للبرلمانية أولا طب قلنا لو الرأسية فين اللي استعدوا للرأسية الأولا وإيه فين البرنامج بالزد فين البرنامج سوسا أنا نحيا أنا عايز أرجع تاني المجتمع الدولي لهذا القرار. شايفة عمل إذا؟ المجتمع الدولي بيبصل أي قرار على أساس هل يخدم مصلحتها ولا لا. أنا مفروض لا أبصش على المجتمع الدولي. أبصله كنوع من تقييم المسألة. لكن ما يبقاش كل حاجة. المجتمع الدولي نرى الموقف الأمريكي. يعني ماسك الحبل العصاية من النص. لأنه لسه مش مقتنع أن في دولة تدير أمورها بشكل أفضل. هو شايف أن الجماعة لازالت موجودة عن الأرض. شايف أن العنف اللي هنا وهناك احتجاجا على كذا. في حين أننا شايفة أن العنف ده ممكن يخاف في كل مكان. إذا إحنا انتقلنا بأداءنا بشكل عملي على الأرض. يستوعب كل المحل كل المشاكل. يكلمة ماسك العصاية من النص دي يعني توجههم مش واضح. مش واضح طبعا. يعني وكمان هم يعني يعني بيستفيدوا. بيستفيدوا من نهج الجماعة. أنا شايفة أن موضوع الجماعة ده مينفعش أن احنا نركز عليه في الإعلام. وفي إجراءاتنا وفي حساباتنا اللي نركز عليه مستقبل مصر. مستقبل مصر. إجراء يتخذ على الأرض إنجاز واضح ملموس. حتى موضوع العنف ما ينفعش أننا طول الوقت أننا يعني أصدر مشهدين. الإعلام والدخلية هم بيتعاملوا مع الوضع على الأرض. لا أنا عايز الشعب يبدأ بإيده يمارس الحياة الطبعية. في كل مؤسسات الدولة. يعني مؤسسات الدولة تعمل بخمس طاقتها. كل الناس قاعدة منتظر الرئيس الجديد والحكومة الجديدة والمشعر في إيه. طفق فين أنت مشاركتك في هذه الدولة والبناء فيها. ونزولك للعمل. ما هو لازم الدولة كمان يا أستاذ ساوسان تحط له خطة. أو تحط له إطار لخطة. وتحط له ليه وهو فيه دماغه. ما كل إنسان يشتغل بشكل عشوائي فردي. ما لازم يكون فيه خطة محطوطة من الدولة التنوية. عايز أقول لك على حاجة. عايز أقول لك على حاجة. لحين الوصول إلى استراتيجية شاملة لهذه الدولة. مع رئيس جديد وحكومة جديدة وما إلى ذلك. مفترض أن كل مواطن مصري بيعشق هذا البلد يؤدي دوره. حتى لو بشكل فردي يؤدي دوره. لو أدى دوره مش هتلاقي عنف. مش هتلاقي مشاكل صدقيني. يعني كل واحد مش بيؤدي دوره بيشتغل لنفسه. أنا عايز اللي يشتغل لنفسه ده. وبيعمل شخصانة للقضايا والملفات والموضوعات وكذا. يعملها للبلد. أنا عايز أشعار الدولة لإخوانه. ولا ستة إبريل ولا تمرد ولا كلام الفرق ده كله. مصر يا جماعة والشعب المصر ولا مسيحي ولا إبتي ولا مسلم. والكلام ده خلاص. يعني ده اللي موصلنا لمرحلة يعني خطيرة جدا بتعدل المستقبل. وده اللي بيستغله الغرب. يعني الغرب بيغز فينا. والإعلام التوكشوز أنالية ملاحظات على كل وسائل الإعلام بلا استثناء. بلا استثناء. يعني مفترض. أنا بشوف فيه شباب زي الفل لديه ابتكارات واختراعات. تستوعب حالة البطالة. تستوعب حل مشاكل وقود والطاقة. كل شيء العشوائيات. كل حاجة موجودة في الدولة. ممكن تتم على إدين الشباب وتوظيفهم ويأخذوا بأيديهم. لكي أنا شايفة أن الدائرة مغلقة للمسؤول. المسؤول ده اللي هو بيكوش على مصالح لنفسه. وليس على بيقوم بمسؤوليته في فرق بين المسؤول والمسؤولية. فيه ناس بتبقى مسؤولة ولا تقوم بدرها. عايزة تصليت الأبواق على الإبداعات الشبابية اللي موجودة في مصر الدولة. بصاب ما عودش أقول ده الإخوان. وزا ما قلت من شوية. وكل ده تصدير للغرب يعني أنا جاية لسا كنت بحكي لهم جاية من الواحات البحرية. السياحة مفيش وده بسبب تصدير فكرة الإرهاب والعنف والتصدير الكلام. مين سايح عبيد حيجي في وقت زي ده أو في تصدير زي ده. يعني مش كل وقت أشوف الإخوان فجروا هنا والإخوان عمل عنف هنا. ولكزا ما شفتيش واحد قال الحكومة أنجزت ولا افتتحت مشروع ولا اشتغلت ولا عندها خطة تمشي حاجة. لا ده الحكومة لسا قادة في البرلمان أولا أو الرئاسية أولا. لا ما ينفعش طم أنا أحسم ده بإجراء بسيط حتة ورقة مع الاستفاق على الدستور. دي أولا وتبقى الشعب شارع. دي فكرة هاي. طب لو لو تكلمنا على شكل المشهد الانتخابي القادم. حدريك بتقولي أنها مش شايفة مرشحين ظهروا لحد دلوقتي. هل في حد حد شايفة أنه ممكن يصلح ليأدي الدور ده في الوقت ده؟ مين الأسماء اللي ممكن تترشح شكل المشهد الانتخابي إيه؟ بتتوقعي اللي البرلمان هيكون نسب وشكلها إيه توقعات يعني؟ يعني أنا هبدأ بالبرلمان. ممكن تقولي أنا أعتقد أن الإخوان مش هيدخلوا عشان تبقى عارفين. لأنهما لو دخلوا الانتخابات معناها أنهما معترفين بثلاثين يوني وده مش هيحصل. مش هيدخلوا خالص ولا هيصدروا حد في المشهد؟ مش إخواني. لا يعني حتى لو صدروا مهما صدروا. مش ممكن حد يمثل 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 لا. أنا بتصوري أنه الحزب الوطني القديم ممكن هيبقى موجود. بعض الشباب أتمنى أن يحصل على نسبة إن شاء الله يكون بخمسة في المئة حتى. لكن ما تصورش أن الإخوان هيكونوا موجودون. في عدد كبير من أعضاء الحزب الوطن القديم هيعيدوا ويدفعوا بمرشحين جدد. أعتقد هم دول المجموعة للجاهزة دلوقت. أنا بناشد الشباب وبناشد الدولة أن هي تتبنى وتدفع بالشباب وتدفع المرأة وجوه جديدة. بحيث تكون هناك نسبة متساوية لبرلمان متوازن يساعد في تنمية المجتمع والبلد بالشكل. ويركز على قضايا فعالية حقيقية. ليس مجرد تصريح حسابات ودخول برلمان للحصول على امتيازات هنا أو هناك. هذه وجهة نظر حضرتك. ولكن خريطة الطريق ألزمت بأشياء قادمة. قد يرى بعض الناس أن خريطة الطريق لابد من تغيير بعض المنود. وقد يرى بعض الناس أن خريطة الطريق لابد من التزام بخطواتها القادمة رأيها حضرتك. لا هو الدستور ترك الحق للرئيس أن يختار حسب البرلمانية أولا أو رئاسية الأولا. وعمل حوارات مجتمعية مع عدد كبير من المؤسسات والشباب والاتجاهات وكذا. لكن في تقديري أن هذا كله ليس يمثل الشعب. الأفضل أن يشارك جميع الشعب عبر الاستفتاءة. ورقة صغيرة ونقفل الباب. والرئيس يوفر جهده في هذه النقطة لأشياء أخرى تهتم بخروج البلد من مشاكل كثيرة. الملامح وضحت أولا الرئاسية أم البرلمانية؟ حتى الآن لم تحسن. حتى الآن لم تحسن. طب أنا أحسن المسألة دي إيه؟ وبدل ما أشغل الرأي العام وأشغل نفسي فيها. أن من خلال ورقة مش تكلفنا حاجة. الدستور أولا. وكذا الشعب كله شارك. وبقت حتى من ناحية ديمقراطية بترسخ لي فكرة. ما شفناش أي استعدادات على الأرض لحد دلوقتي. فيما يخص لانتخابات رئاسية. الجميع قاعد منتظر نتائج الاستفتاء. وهو دي المشكلة. الجميع منتظر. من سيترشح؟ هل جنرالات سابقين في الجيش؟ أم الفريق السيسي؟ كله عمال يبص على الشكل. لا يرى أحد يبص على المضبوط. من ينفع على الساحة رئيسا؟ أنا ممكن أتكلم عن مواصفات الرئيس. الرئيس ليس مجرد شخص. وإنما برنامج قوي. حقيقي. ممكن قابل للتنفيذ. ليس مجرد مجموعة. أحلام في الهواء. أنا سأصوت للبرنامج الرئيس. وليس لشخص الرئيس. لبرنامج الرئيس. مفروض الناس كلها. أما بقى موجة النفاق لهذا وذلك. دي مسألة لا تخدم الوطن. ولا تخدم يعني الشخص الذي نحبه. حتى على سبيل المثال. فريق عبدالفتاح السيسي. يعني مش ممكن أنا طول الوقت. بحب شخص. وما بعملوش حاجة. طب لو تحب هذا الشخص اللي هو بيحب بلده. حب بلدك زيه. يعني خد منه قدوة. خد مثل. اشتغل. اعمل. شوف البلد عايز إيه. أما تكونك قاعد منتظره. انت بتحمله مسئولية فوق طاقة البشر. طول الوقت هو اللي يعمل كل حاجة. وانت قاعد تتفرج عليه وتسقف له. ما ينفعش يا جماعة. اعمل. خد قرارات جريئة وما يهمكش. أنا مش ممكن أكون مرتعشة. الإنسان اللي عنده رؤية واضحة وخد قرار جريئ. ما يخافش. يخاف من إيه. أنا بابني بلدي. طب أنا أخاف من إيه بقى إن شاء الله. خاف من ربنا بس. من ضبق ولازم ضمير يبقى صح. بس هو. أخذ البلد في أي موقع أنا فيه إن شاء الله يكون في الشارع. الفريس سيسي نفسه يحسم قراره حتى الآن. يعني فيه ناس كتير قاعدة منتظرة. اللي هو يحسم قراره إذا يترشع. والغريب إن إن بقيت المرشحين معتمدين على قرار الفريس سيسي. مش ممكن ده مستقبل يا جماعة. مش ممكن ده مستقبل يا جماعة. هل تعمل ديمقراطية أصلا يا فريس سيسي. هل تترشع حال البقين هينسحبوا؟ يعني انتظروا. أنا مش عايزة أخوت في أسامي ننتظر. لا قولنا توقعتك. قولنا توقعت. يعني أنا بتوقع أن الفريس سيسي مش هتترشع. أنت توقعي كده. معلومة ولا توقع. لا توقع. ده توقعي لأنه هو في مكان مهم جدا. لابد أن يحافظ على يعني الجيش المصري وتدريبه وقوته ووحدته. وعدم الدخول في عمليات سياسية. لأنه سيركز جامد على الجيش بأنه يشارك في الحياة السياسية بشكل كامل. ورئاسي وكذا. هل هناك جنرالات سابقين هيترشعني؟ كان فيه كلام. في الحديث عن سامي عنان. في حديث عن الفريق أحمد شفي. كان ده فيه كلام عن عمرو موسى. هو ما قالش أنها ترشع. لكن التوقعات والإحصائيات والمؤشرات في الشرع. تقول أنه عنده رصيد يقدر ينزل في حمدين الصباحي. لكن أنا أعتقد ما احترام الأستاذ حمدين الصباحي. هو لا يسلح لإدارة المحر. سبق أن يجرب في انتخابات رئاسية. لا هو ما جربش في المسئولية. عشان نقدر نحكم على حد ولا حد من الجرالات. لكن برضو أنا في تقديري. ولا الفريق السيسي يجرب نفسي. أنا عارفة أنه خاد تجربة. أقصد أنه خاد تجربة سابقة في الانتخابات الرئاسية. كون أنه لم يصل إلى سيدة الحكم هذه ليست المسألة. المهم أننا أختار الشخص القادر كما ذكرت على تبني برنامج قابل للتنفيذ. كل الشعب هيتفاعل معه. كل مؤسسات الدولة هتبادر به تنفيذ برنامجه. ما يبقاش هناك نشاز في جهة معينة. بترفض هذا الرئيس أو بتتحفز على بعض برامجه. فيه اعتبارات كثيرة جدا في مسألة الرئيس القادم. ده فيما يخص ترشح شخص معين. بعينه زي ما قالت ريهام بالنسبة لرئاسة الجمهورية. لكن خليني يعرف من حضرتك المشهد شايفة. زي ما يحدث دلوقتي الآن من طلبة داخل الجامعات. وبالتحديد تصدي الأمن لطلبة جامعة الأزهر. أنا أقول حاجة ومحدش يزعل. ليس دفاعا عن الشغب والعنف الذي يحدث داخل الجامعات. ولكن لابد أن نحلل الظاهرة. لماذا يحدث كل هذا العنف في الجامعات؟ في تقديري ليس بسبب الإخوان. أو لرفع إشارة ربعة أو الانضمام أو الإخوان. ممكن الإخوان بتدفع. ماشي. بتحرد. لكن أنا إم تكون قبلة للتحريد؟ إذا كنت مظلومة. أو ليس لدي قدر كافي من التعليم والوعي. أنا عايز أقول لك أن منظومة التعليم غيبة بقالها فترة. مفيش تعليم من المدارس للجامعات. وبالتالي ما شكلناش عقلية الشباب وسواعد المستقبل بما يليق بمصر وبما يليق بالمشهد. وبالتالي إحنا بنحصد ما زرعنا في الماضي على مدار سكوت منظومة التعليم منذ فترة طويلة. هذا ما نحصده حاليا. وبالتالي أنا حتى طرحت أنه يبقى فيه حوار. حوار مع من يقبل التحاور. من أخطأ وتوغل في العنف لابد من محاسبته ومعاقبته. أي أن كان هو يتحمل مسؤولية العنف الذي شارك فيه وساهم فيه. من المفترض أن يكون هناك حوار داخل الجامعة بشكل جدي. والبعض يقول لك تحور مع من هم يرفضون ولديهم عقيدة وتحدثون عن عود الشعب. لا يوجد شيء اسم الشرعية للشعب والسيادة للشعب. ليس للأشخاص ولا مرسي ولا غيره. انتخبنا مرسي وأضاع البلد. الحل الأمني ليس هو. لا طبعا. هناك حلول كثيرة جدا بجانب الحل الأمني. الأمن عامل مساعد. الإعلام عامل مساعد. لا ينفع أننا طول الوقت أحرد ودفع بالانتقام والصقر من الشباب. لا ينفع. لا ينفع أن هناك أحد يغرق. وأنا أقول له إغرق. وبحط أمواج عليها حتى يغرق. لا. أنا بمدي إيده. طاقة عنف قادمة. طبعا. ده المستقبل. بالضبط. أنا بشكر حضرت جدا على وجودك معنا. أستاذ ساوسان أبو حسين الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير مجلة وادي النيل. وبتمنى لا تكون السنة دي نبتدي سنة جديدة كده تكون سنة خيرة على بلدنا إن شاء الله. خريطة الطريق ماشية إلى حد ما. رب يبقى في استعدادات على الأرض بتواكب الخريطة الطريق. يجب تمشي بالمعدل المطلوب. ويظهر برضو اللي عنده قدرة للترشح الناس. اللي عنده قدرة للعمل على الميدان بالنسبة للبرلمانيين. يستعد من الآن. ويدرح أفكار. أتمنى من كل الإعلام المصري أن يتبنى إيجابيات لبناء البلد وليس لهدم البلد. أن يتبنى سياسة وتوجه ويشارك من الآن. وليس مجرد قناة أو مطبوعة للربح وفقط. ربحه هو مصر واستقرار بلده بالأساس. وليس مجرد أموال خاصة دخاء في مطبوعته أو الفضائية الخاصة به. تمنى أن يشارك رجال الأعمال المصريين في تبني اختراعات وابتكارات جديدة خاصة بالشباب. لفتح المجالات أمام العمل والإنتاج بالفعل. إن شاء الله أنا متفألة. لا يمكن أن يكون هذا البلد العظيم يسقط في هذا المستنقع الذي نعيش فيه. أعتقد أننا سنخرج من العنف. وسنخرج من الإرهاب. وسيكون لدينا مؤسسات قادرة بالفعل على أن تعطي رسالة ودرس للعالم كله. إن مصر قادرة على الخروج من أزمتها إن شاء الله. وإحنا كمان متفألين مع حضرتك بإذن الله. إن شاء الله. مشاهدينا ده كان حوارنا مع دكتور سوسن أبو حسين. الحقيقة دائما مصر أولا. سوف نعمل ونبني لمصلحة الوطن. كده خلصت فقراتنا النهاردة من برنامج نهارك سعيد. فقراتنا متواصلة منذ التساع صباحا حتى الحديث عشر تابعونا. شكرا لكم على الحسن المتابعة. شكرا لكم على الحسن المتابعة.